موسيقى إذا زرعت شجرة فلا تقطف كل ثمارها اترك بعضها للإنسان العابر وللطير المهاجر هكذا جاءت تعليم الحكيم بوذا معتصمة بالنبل البشرية مقرونة بالحكمة والأخلاق وحب الخير تتخذ من الزهد طريقا لها حتى وضعها مريدوه من الملايين في مصاف الديانات البشرية واعتبروه معبودا لهم موسيقى وقد نسجت الأساطير والخرافات وتعددت الحكايات والروايات حول كل ما يخص بوذا بدءا من تاريخ مولده حتى وفاته وقد اعتقد المورخون في ولدته بين عامي 586 قبل الميلاد و563 قبل الميلاد وغير ذلك أيضا أما غيرهم فقد اختلفوا في وجوده من الأساس كشخصية خرافية لا وجود لها فيما يدعي البعض عنه أمورا أخرى أما عن اسمه بوذا فهو لقب ديني عظيم معناه الحكيم أو المستنير أو ذو البصيرة النافذة وذكر عن ميلاده أنه كان لأسرة النبيلة كان أبوه الزعيم قبيلة شاكيا ويحكم مملكته من قصره على سفوح الهملايا وقد عاش طفولته كما يعيش أبناء السادة والملوك وتزوج صغيرا ولما بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته إلى الزهد والتقشف والتأمل في الكون كما هجر القصر الملكية ليعيش سنوات بلا مأوى صار بوذا في الحياة باحثا عن الراحة وكان له قناعات كان منها أن رأى بوذا في الشهوات الفردية عدوا للإنسان لكنه رفض المغالاة في جلد الذات والحرمان واتخذ طريقه بينهما وسطا مواصلا مسيرة كبرى تنقلها مريدوه متى بوذا عام 480 قبل الميلاد حسب كثير من المؤرخين وذلك بعد مرض قصير وبعد موته تكونت الأساطير العديدة حول تمجيده وتحول تدريجيا إلى كائن علوي أسموه بوذا دي أشهر المعلومات اللي موجودة عن إبوذا طبعا الموضوع محط اهتمام معالمي فإحنا مرورا بكل الثقافات والمعتقدات والأفكار التي توجد من حولنا في العالم بنحاول أن نحن نسلط الضوء على وقفات شهيرة بوذا هذه الشخصية المثيرة للجدل وهذا المعتقد أيضا المثير للجدل وكيف تحول من حال إلى حال وسر بقاء هذه الأفكار وهذه التعاليم وتحولها إلى أمور أخرى تشبه الديانات البشرية أو المعتقدات العلوية سر هذا البقاء وسر هذا التحول نعرفه النهاردة نحن نتكلم فيه تقريبا 2500 سنة يعني شيء من هذا القبيل فنحاول أن نبحر لماذا استمر بوذا حتى اليوم لماذا بقي بوذا حتى اليوم ما سر هذه الملايين الكثيرة التي تعتقد في هذه التعاليم وتصلها إلى مصاف الديانات البشرية نروح مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم في رحلة عن بوذا ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور رمضان بستويصي أستاذ علم الجمال والفلسفة معصر كلية البنات جماعة عين شمس دكتور رمضان حضرتك من أور الدنيا الله يكريمك سكرون معلومات عامة شهيرة عن بوذا ولكن مختلف على دقتها على الرغم من أنه هناك الكثير من الشخصيات أو أحداث حدثت في تواريخ قبل هذا التاريخ يعني آلاف السنين ولكن بقي ودقيقة لماذا هذا الاختلاف عن المعلومات الخاصة ببوذا؟ هو في الحقيقة فيه فرق بين بوذا والبوزي يعني بوذا هو في الحقيقة طريقة حياة وإحنا بنصنفه فلسفة حياة في الفكر الشهر الأدي بتقدم لنا الطريقة كيف نحيا وفي الحقيقة السؤال اللي انت سألته سؤال مهم لماذا يعني استمر الاهتمام ببوزة؟ لأن كان موضوعه الرئيسي هو الألم كيف يتغلب الإنسان على الألم؟ الألم الجسدي والنفسي والألم العقلي اللي ممكن يواجه الإنسان وذلك كانت رحلته قدمت نوع من الإبداع الحقيقي يعني الإنسان في الحياة اليومية الإنسان العادي ممكن يقدم صيغة مبدعة من خلال طريقة الحياة التي يعيشه ده بتسمي الإبداع الحقيقي لأنه غير مدون من خلال كتابة أو من خلال أعمال فنية أيضا بوذا هي مجموعة التعليم اللي قالها كلها تعليم شفاوية هو يشبه في ذلك سكراط لأن سكراط قدم أيضا مجموعة من التعليم وكانت من خلال هذا الشكل الشفاه أو الإبداع الشفاه في الحقيقة مجموعة الأدباع بعد وفاة بوذا أحطوا بهالة من التقديس والأسطورة الأسطورة بتصبح قوة بتحرك الوعي والوجدان وبتخلى الإنسان يتحرك في إنجاز أشياء مهمة فهم في الحقيقة هم من أصبغوا عليه صبغة من التقديس وصلت لحد أنها ممكن يؤبى دين إنما هو لم يقصد على الإطلاق أنه دين لأنه سألوه هل أنت نبي ألا هل أنت إله ألا والأنت إيه؟ أنا الإنسان اللي يقذ المستنير اللي ممكن يأخذ يأخذ الإنسان بيده وينير طريقه في الحياة طيب أعيز أرجع بحضرتك لفكرة أنه ما فيش مصادر قوية تؤكد تواريخ محددة عن بوذا حتى وصل الأمر أنه البعض أنكر وجوده تماما بالضبط هو نتيجة مجموعة الأقوال التي أضيفت له ومجموعة الأشياء اللي يعني ألسقت به جعلت كثير يتشكك في وجود إنسان بهذا الشكل يعني زي هوميروس هوميروس والإليازة بنقول أنه ممكن ده تقليب جماعي وشعبي للإليازة وليس هناك شخص ضرير شعر اللي هو هوميروس اللي قدم هذه الأعمال نتيجة ما أولحق به وما قدمه من تاريخ لليونان والأسطورة اليونانية ودورها في معالجة مشكلة الحقيقة لكن هوميروس وضعه مختلف لأنه في بعض المصادر أو الأمور الدقيقة الموثقة وجود هذه الحالة أو هذه الشخصية لكن في بوذا مفقود الأمر تماما على الرغم من أنه في فترات قبل بوذا موجودة يعني هذا السؤال شغلني بفكرة أنه وصلنا أنه تم إنكاره ووصلنا أنه فيه ستة بوذا أو فيه شخصيات كثيرة بوذا أيهما يتبع مريدي بوذا أو البحثين عن بوذا ووصلنا لفكرة أنه بعضهم أصبغ عليه صبغة الأنبياء وعلى الرغم من أن الرجل أو أنه ما ترك من أمور أو تعليم أو غيره وفيها بعض الإنكار للفكرة العلوية أو الفكرة السماوية كل الحاجات دي في النهاية مستمر سر الاستمرارية على الرغم من غياب المصدر هو مسألة فكرة التدوين أو المصدر ده مرتبط بلغة وبفهم ففي الحقيقة بالذات في الفلسفة الهندية اللغة السينكريستية واللغات الهندية القديمة لغات صعبة وصعبة انتشارها وكده لكن إحنا عندنا تجربة هيرمان هسل اللي هو الكاتب الألماني السويسري قعد 15 سنة في الهند ليتبين حقيقة يبحث عن بوذا عن بوذا فعمل رواية سيد هيرتا وقدم تصور خيالي للتجربة لأن هي تجربة بوذا بوساطة شديدة جدا تتلخص في المحبة يعني محبة الكون النبات الحيوان الجماد خلق حالة من التناوم بين الإنسان والطبيعة والكون من حوله وإنه لا يقتل أي شيء حي وإنه يتخلى عن الجشع والقراهية والأنانية وإنه ينكر وجود الزاد بشكل كبير دي كلها كان التعليم أعتقد أنها مهدت لحالة هو تجربة بوذا ممكن نقول تجربة إنسانية تكشف عن ممكنات جديدة للإنسان اللي في عصرنا نحاضر ممكن تتقفل في وشه كل الحلول يصبح هناك حل لمواجهة الألم فيجد كيف يتخلص منها الألم الحسي ويدخل في لذة أعمق لأن أبي كور كان بيقول لذة الطعام أحسن ولكن لذة السوم يعني بترفع الإنسان أنفع أو أقدام بالزبط في بعد كده لذة عقلية أفضل من اللذة الحسية هو وصل بوذا بقى لحاجة بنسميها اللذة الروحية هو الإنسان هو من وجهة نظره بيعيش دورات بينمو فيها لحد ما يتصل بيه الكون ويتصل بيه حالة التناغم العميق مع الطبيعة المرحلة دي كام وبيؤمن بأن الإنسان بيتناسخ يعني بيولد أولادة جديدة يعني هو بيسمي المرحلة دي 12 سنة إذا 12 سنة كانت أعماله صالحة بينسخ في إنسان صالح إذا كانت أعماله سيئة بينسخ في إنسان فاسد ففكرة الدورة وهو قال أن الدورة المزاجية للشخص 28 يوم بينما الدورة اللي هي فيها بيتولد يعني دي يعني فكرة جميلة إن الإنسان بيولد بيولد على ما هو عليه يعني معنى كده أن الإنسان الجيد يولد أولادة يترقى في نموه لمرحلة أعلى وده يعكس في الحقيقة تناغم بينه وبين الإنسان والجسد اللي هي فكرة وعي الجسد وإزاي بيقدر يسيطر على جسده يعني هي من ضمن الحاجات اليوجا ممكن توصل أن يقدر يوقف قلبه يوقف يتحكم في أشياء موجودة في الجسد بدل ما الجسد يبقى خارج عن السيطرة ويسبب له ألم مبرحة يعني فكرة ارتقاء الروح ورغبات الجسد والصراع الأزلي أو يعني المشدة الأزلية اللي كانت موجودة هو قدر يتجاوزها بالتجربة بتاعته آه بالتجربة ولذلك بنعتقد أنه هو بيقدم فلسفة للحياة بيقدر الإنسان فيها يستفيد من جسده مش يقبى جسده هو اللي بيقوده لتحقيق رغباته وشهواته وحاجات بهذا الشكل لما بنقرأ في الأساطير ونحلل الأمر ونفلسفه زي ما تعلمنا من حضراتكم بنجد أنه الأسطورة نموها ونشقتها بيكون فيه أكتر من عمل أبرزهم مثلا أنه المجتمع بيكون جائع لمثل هذه الأسطورة ربما نتيجة أحداث مختلفة صراعات مختلفة سياسة مختلفة أو اقتصاد وأيضا هناك دراويش أو مريدين لهذه الأسطورة للانتفاع منها هل دا تحقق مع بوذة نتيجة وجود صراعات مختلفة كانت موجودة في هذا العصر في الهند وأطرفها وأيضا نتيجة وجود عوامل نفسية مختلفة نتيجة خلل في الدين أو خلل في المعتقدات عفوا الدينية بالنسبة لهم فأوجدوا بوذة وكبروا الموضوع حتى وصل أنه يعني بقى بيتناسخ من شخص لآخر لآخر في وجود نموذج أو رمز لبوذة طول الوقت آه هو في الحقيقة إنجاز بوذة الرئيسي قال الإنسان مشغول بالتنظير أي صياغة تجربته في عبارات لفظية فيعصبح إنتاج وليس إنتاج حياة ولكن إنتاج مجموعة ثقافة لفظية هو في الحقيقة تعاليم اللي جات بعد كده حاول تحول تجربته من تجربة حياة إلى تجربة لفظية ولذلك تلاقي كتب كتير عن المسألات عن بوذة وتعاليم وحاجات مبهرة من الناحية اللفظية لكنها في التجربة هو محتاجة الممارسة ولذلك هو يعني وجهة نظره إنه عاوز الإنسان ينمو لمرحلة هو يرى أن العقل عاجز على تفهمه اللي هي فكرة إيه؟ إنه كان هيرمن هيسة توقف عندي مشهد إنه تعلم من النهر كأن المية بتكلمه ويقراها ويفسح مجالاً لها في داخله فهو دي وجهة نظره إن أنت ممكن يعني ابن عربي كان قالها إن الأشجار تتحدث إليك يعني لو مش يتي ولقيت فرع شجرة أنا أسمع الأشجار وأعرف يعني عايزة أي أوروح وأيضاً الكائنات كلها ده في حد ذاته تجربة مش ألفاظ يعني بتقول لما نسأل إزاي الإنسان يسيطر على جسد ومش جسد اللي يسيطر عليه ده تجربة وتمريب ممارسة ها وممارسة وأنا أعتقد إن زيوعه هو نتيجة إن بحث الإنسان المعاصر عن صيغة تخرجه من الألم لكنه لما بيقف عندها عند المستوى النظري لا يغادره الألم لكن لو هو اشتغل على نفسه بالممارسة أعتقد إنه ممكن توصل له روح تعاليم بووزة وليس مجموعة الألفاظ اللي بتقدم تجربة بووزة ده ممكن يوجد تفسير إنه سر وجود ملايين تؤمن بهذا المعتقد وتعتقد فيه وتضع بووزة في مرحلة التقديس كمعبود حتى فكرة الرغبة في السيطرة على الجسد والقضاء على صراع الروح والجسد وصناعة هذا التواصل آه والعودة للتناغم بين الإنسان والجسد لأنه هذا الانفصال اللي ناشئ بين الإنسان والحال الاجتماعية والطبيعية هي من أول ما انفصل الإنسان عن الطبيعة ويرى نفسه متميزاً عنها أعتقد أنه بدأ الشقاق والألم يدخل إلى الإنسان هم بيسعوا كل إنسان فينا بيسعى لتجنب الألم خصوصاً الألم الذي لا يطاق فبينشت في بوزة طريق للخلاص لأنه بقدم له تجربة للحياة بهذا الشكل لأنه كل واحد فينا سجين أوهامه طيب هو إزاي يخرج من الأوهام دي ليس بالطريقة النظرية كما يقول بوزة وده منجزه الرئيسي لا بالممارسة يعني يمارس الأشياء أنه يقضي على الجشع ويعني الغرور الطمع والشهوات والشهوات والحاجات البهذا الشكل ويسعى إلى التسامح يبذل نفسه في خدمة الناس وليس أنه يقدم جهد سلبي يعني إماتة الجسد والصيام الطويل والحاجات اللي بهذا الشكل ده بنسميها تدريب سلبي لكن لو واحد خد هذا الجهو في خدمة الكل محتاج في مساعدة كل من يطلب المساعدة وهو خد التجربتين السلبية والإيجابية آه خد التجربتين وذلك هو عشان كده يعني تجاوز الاتجاهات اللي جات بعده وجعلته دين النقطة الأخرى أن كل تجربة إنسانية حقيقية فيها قدر ما من الأسطورة الأسطورة خيال وامتلاك الوعي بالتجربة فما نقدرش الدين مش بتاعه هو أي حاجة بتخرج عن نطاق العقل وتصبح قوة محركة للسلوك والفعل دي أسطورة ممكن تبقى أسطورة الخاصة وتختلف عن الأسطورة الخاصة بأي حد تاني ممكن تبقى أسطورة جمعية يؤمن بها الكثير أو يعتقد فيها الكثير إنما هو زي فكرة الدين إذا أصبح له قواعد بيخرج عن جوهره يعني مثلا الدين هو جوهره الأخلاق والمعاملة روحانيات معاملة إذا تحول إلى مجموعة من العبادات الشكلية دون جوهر بيخرج عن معناها طبعا أنا بشكر حضرتك وممتنة لوجود حضرتك ولنا ولنا لقاء آخر إن شاء الله لأحاديث مختلفة وبضع حضرتكم للقراءة يعني بنطرح سرد كده بسيط ويعني موضوعي عن الأمر وحضرتكم لكم في النهاية الرأي الأخير والقراءة الأخيرة بشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور رمضان بستويسي وأستاذ علم الجمال والفلسفة المعصرة وكلية البنات جامعة هنشمس نورتني يا دكتور شكرا لحضرتك شكرا فإن الله أشكرك من هذه الوقفة نذهب معكم إلى صالون المساء مع قصواء ووقفة أخرى مع النقد والقصة والأدب والكثير من الأمور المتعلقة بالمرأة والأديبة وأيضا الكثير من الأمور المتعلقة بقضايا المجتمع حالي كمانة